أعربت الأمم المتحدة عن قلقها بشأن الأوضاع التي تشهدها مناطق في وسط وجنوب العراق دعية الحكومة العراقية إلى احترام مطالب المحتجين وتنفيذها وعبر الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق يانكو بيتش في بيان له عن قلقه البالغ بخصوص العنف وأعمال التخريب التي رافقت التظاهرات لافتا إلى أن استمرار هذه الأوضاع سيكون له تأثيرات ضارة على الأوضاع الأمنية والاقتصادية في جميع أنحاء العراق ودعا كوبيتش الحكومة العراقية إلى حماية المشاركين في الاحتجازات وضمان حقهم في التعبير والتظاهر دون حدوث احتجازات تعسفية أو تقييد للحريات فيما شدد على ضرورة الحفاظ على القانون والنظام داعيا القوات الأمنية إلى ضبط النفس وطلب كوبيتش بتشكيل حكومة وطنية على وجه السرعة تقوم بتحقيق طلط اللعات الشعب وتحسين الخدمات وخلق فرص عمل لجميع العراقيين